السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيديو ده مهم جدا لكل واحد حابب يتعلم على برنامج المونتاج أستاذ البرامج الادوب بيريمير دلوقتي انا هقولك ازاي تتعلم على البرنامج ده لو انت مش فاهم في اي حاجة خالص حرفيا هتطلع من الفيديو ده محترف مونتاج طيب كل ده ازاي انا هشرح لك كده اساسيات وهقولك عليها دلوقت يعني مثلا انا يعني بتجي تشوف المحتوى بتاعي بتلاقي الشرح موجود عندك كده وتلاقي الصورة الموجودة في الجنب وبا بصور ممايك الكمبيوتر يعني ايه ممايك الكمبيوتر هنا عشان اقولك الشرح وهي ممايك الكاميره اسمه ممايك بايا ده خاص بالكاميره بتاعتي عشان تقدر تسمعني كويس اقولك في الفيديو ده ازاي تقدر تتوفق بين المايكين دول يعني توفق الصوت هوا وتوفق صوت على شرح الكمبيوتر وكمان تقطع الحاجات اللي لمالهاش لازمة يعني انت لقلقت في الكلام حاولت تقول حاولت تسكت كيه حاجات ملاش لازمة انت بتضيفها او عاوز انت تشيلها في برنامج المونتاج كل ده همعرفه مع بعض على الادو برمير يلا بينا وزي ما انت شايف كده هضرب لك مثال على شرح اللي فات انا كنت شرح كل ده يعني انتك عندك هنا الفيديو عن طريق الكاميرا بس مفيش اي شرح على الكمبيوتر دلوقتي بقى المرة دي انا هضيف شرح على الكمبيوتر خلي بالك الفيديو مكون من صوت وصورة ادى فوق الصورة ودى تحت هنا الصوت طيب دلوقتي عاليا انا اعود ان اعود فوقه الكمبيوتر يعني لو تلاحظ كده انا كنت بصص على الكمبيوتر و انا بقدم لك الشرح دلوقتي بجيب الشرح اللي انا صورته على طريق الكمبيوتر بالمايك الثاني بروح عندي على الادو بريمير كده بقم ضيفه هنا بعد كده هنا بقم رايح طبعا فيديو عندي هنا الفيديو بتاع الكمبيوتر على الصورة بتاعتي خلي بالك هيباب النظام ده كده خلي بالك لو انت عملت تعمل اي حاجة غلط او عملت اي حاجة غلط بتعمل كنترول زد بترجع كل حاجة زي ما هي دلوقتي انا عاوز اعمل توافق بين الصوت بتاع الكمبيوتر والصوت بتاع الكاميرا يعني شرح على الكمبيوتر عاوز اعمله توافق مع الكاميرا بحيث انه مدهيش لا صوت يسبق الصورة ولا اي حاجة انا مش بروح بقى اعمل كده اللي هو شغل المبتدئين ده بخاصية حلوة اسمها سكرونيز موجودة عندي في الادو بريمير بتحدد بس كده الفيديوهات دي او بتعمل كنترول اي بعد كده بترح تحدد كل الفيديوهات وبضغط كليك يمين على الفيديو وبتروح عندك على حاجة اسمها سكرونيز هنا او تعمل تزامن للصوت دلوقتي بضغط عليها وبتحدد الاوديو بتحدد الصوت بس وبعد كده بتضغط على كلمة اوكي وهتستنى كده ولاحظ كده معايا كده عملت توافق بين الفيديوهين مع بعض اي زيادات بقى انت بتشيلها باسلوبك انت بتضغط كده وهو بيحدد لك العلامات وبتروح عندك عزيزة تعمل لها دل ايه خلاص دلوقتي انا الشرح طابق على الصورة بتاعتي يعني الشرح الكمبيوتر طابق على الصورة بتاعتي المفروض علي ان انا اعمل ايه بخلي الصورة على شكل دايرة بيكون في جنب المحتوى اللي انا بقدمه طب ازاي كل الكلام ده كل عليك بس انك بتضغط تتحكم في صورة بتاعتك بتطلعها قدام الشرح يعني ده الصورة العدسة بتاع الكاميرا يعني ارجع ده كده ده صورة عدسة الكاميرا نرجع ctrl z وبقى ما انا نطلعها فوق الشرح بتاعي تمام وابقى ما انا مكبر الشرح بتاع الكمبيوتر عادي جدا وبعد كده بروح عندي على الصورة بتاعتك كده زي ما انت شايف بتضغط عندك على الصورة وبعد كده بتنزل تحت كده شوية بتلاقي هنا فيه الدايرة وعندك مربع وعندك العلامة دي اختار بس من الدايرة يعني اختار بس الغط على الدايرة كده قد احدد صورتك بالشكل ده كده تمام احدد الصورة بتاعتك الصورة اللي انت تقدم بيها الشرح بتاعك طيب دلوقتي بقى انا حددت الصورة التوشي كده على الفيديو تمام بارجع تاني كده بقى ما نرايح ضغط ضغطة فوق علشان ابدأ اتحكم في حجم الصورة بتاعتي سواء كنت اكبرها او اصغرها عادي جدا زي ما انا عاوز دلوقتي كده بنزل في جنب بقى محططها ايه جنب الشرح بتاعي وده شرح الكمبيوتر قدر اتحكم فيه الحجم بتاعه عادي جدا زي ما انت شايف كده لما يجي بشغل الفيديو بيظهر الشرح زي ما انت شايف في النظام تاقي بانا كده قدرت ان انا اعمل توافق بين الصوتين قدرت ان انا يعني اتحكم فيه الصورة بتاعتي وقدر اعمل لها قط طيب لو فيه اي زيادات او اي سكوت انت عاوز تشيله فيه برنامج المونتاج هتعمل ايه طبعا هنا عندك العلامة دي اللي هو بتقدر تتحكم فيه الفيديوهات سواء كنت عايز تواديها كده تجيبها كده براح تقاطس تحت هنا كده فيه حاجة اللي هنا عامل زي الليموس كده بتقدر تعمل لها قط او بتعمل قطعة دلوقتي بتروح عندك على اي حاجة انت مش عاوزها وتعمل لها قط يعني مثلا فيه زيادة هنا لو جيت تلاحظ يعني فيه علامات زي ده هنا كده بعمل لها قط بقى او ما رايح احددها وعمل لها كده ايه قط فلاص واما حدد هنا وراح اضغط عليها بتتحدد على طول معايا وبعمل دليت بروح بضغط على السيادة دي او الفراغ ده وبضغط دليت يبقى انا كده قلت من الليديو بتاعي عاوز اي بقى لديتو فايل دلوقتي انا اتكلمت مع في لحظة كده انت انا موقف او موقف كده ازي ما انت شايف كده انا وقفت كده كلام او قفت الصوب بتاعي انا مش عاوز بقى دي تظهر معي في المونتاج بعمل ايه بقى انا اضغط برضو عندك على علامة القط دي او علامة الموز دي وبروح بقى محدد الكلام هنا يعني مثلا هنا اخرين بقى محدد نفس الكلام وعمل قط تمام وامرايح ضغط هنا ومحدد نفس الكلام وامعمل قط خلاص كده انا مش عايز دول بقى اراح محددها بقى محدد نفس الكلام ايه مشاعة للفيديو بقى مطول زي ما انت شايف لحمت كل الكلام في بعض وشلت كل السكوت طيب دي ازاي تقدر تعمل قطعة للحاجات اللي مهنهاش لازم عندك في برنامج المونتاج دلوقتي في ناس هتقول لي طيب الصوت هنا بتاع شرح الكمبيوتر وعندي فوق صوت شرح اللي هي في العدسة الكاميرا المفرض علي ان انا اعمل ايه يعني خلي الاتنين نزل زي ما هم كده ممكن عادي جدا تحدد الاتنين دول مع بعض وطلعها بس الصوت على الصوت خلاص كده انتهى عشان ما تلبخش نفسك في الفيديو دي حاجة كويسة لك علشان ما تبقاش انت يعني حاسس فيه لغبطة في الفيديو اللي انت بتقدمه طيب دلوقتي بقى انا عاوز اعمل انتقالة بين القط دايب حيث ان هو ما يبقاش موجود او واضح قوي للمشاهد هو المشاهد ما يحسش ان اللي انا عامله ده فعلا شغل مونتاج بقى وان انا عملت قط علشان انا يعني معرفتش ان انا اشرح الجزئية دي او عملت قط بحيث ان انا شرحت الجزئية دي تاني مرة في برنامج المونتاج كل عليك بس انك بتروح عندك على وبتكتب حاجة اسمها بوش او دفع بيو اس اتش زي من شايف بالنظام ده كده بتروح تشيلها واضحها بين الاتنين دول الحاجات اللي احنا عمل لها قط يعني حاول اقرب لك كده تمام بالنظام ده كده طيب تلوقتي بقى ماجي اشرح على الفيديو لاحظ كده اللي حصل نرجع تاني طيب ممكن اضيف على الاتنين عادي جدا بحيث ان الشرح والصورة بتاعتي هما الاتنين يروحهم يتعمل لهم بوش او دفع دلوقتي بتروحها زي من شايف انا يعني الشاشة بتتحرك معي بحيث ان القط ده بقول للمشاهد ان انا انتقلت لجزئية جديدة في الشرح طيب انا عاوز اسرع القط ده او عاوز اسرع القط ده بعمل ايه؟ تضغط عليه ضغطة كده وبتروح عندك تقدر تتحكم في السرعة بتاعته يعني مثلا انا اخلي السرعة هنا في خمس سوائد شوف لاحظ كده معي او خمسة جزء من الثانية لاحظ كده معي اللي حصل شايف الانتقالة دي ويا سلام بقى لو انت جيت تحط انت يعني effect اللي هو بتاع الانتقالات لما بروح عندي كده بروح على برنامج او المؤسرات بتاعتي زي ما انت شايف كده بروح عندي على المؤسرات الصوتية بلاقي كده مؤسر صوتي واسيب لك المؤسرات ديه في الرابط اللي هتلاقيه في التعليقات اسمها لك مجاني قدر نزلها وتقدر استخدم اي بوش انت عاوز طيب دلوقتي بقى امنا دولت على المؤسر ده وقم ضيفه تحت كده بحيث انه يعمل لي صوت في الانتقالة دي زي ما انت سامع كده وحاول تسمع معي زي ما انت شايف كده الانتقالة دي عمل لي معاها صوت انا برضه احاول لك خلالك في المونتاج توصل معي انا في الشرح اللي انا بقولك عليه ده طيب دلوقتي بقى انا خلصت عملت القط بتاعي وضفت المؤسرات وعملت البوش دي وعملت كل حاجة ايه اللي كان مؤسر بقى في برنامج المونتاج واخر حاجة انا هقولك عليها ومهمة اوي اوي انك تعمل رندر او تعمل استخراج للفيديو بتاعك زي ما انا قلتلك انت بتقدر تتحكم في حجم الصورة وتتحكم في انتقالاتها وتتحكم في كل حاجة فيها انت عاوز بس تعمل استخراج للفيديو سواء بقى كان HD او Full HD او 4K بقى حاجة هترجعلك انت تضغط علي كلمة file فوق هنا وبعد كده تنزل عندك على export تروح عندك على الميديا تضغط عليها ضغطة كده هنا بقولك انا انا عاوز اعمل رندر ب quality ممكن اقول high وعندي medium هنا بيحول لك الصورة بتاعتك او بيحول لك الجودة بتاعتك سواء اعلى جودة او الجودة اعاوز تخليها انت 4K عادي جدا دي 4K عندك HD عندك 720 بيت عندك 480 الحاجة اللي تعجبك انت اعملها براحتك انا اخليها على سبيل المثال فانا جدتها منين انت بس بتحدد هنا على format بتضغط على H264 H264 حددها بعد كده بقى انت بتختار جودة الفيديو اللي انت عاوز تقدمه يعني لو تنزل تحت كده السهم كده بنزل تحت بالكيبورد تنزل تحت كده بحد ما يظهر لك عندك اليوتيوب هنا دي اليوتيوب تختار بقى اي جودة انت عاوزها سواء بقى انت كنت عاوز جودة زي ما نقولت لك 480 720 4K لو انت عاوز بعد كده بقى بتعمل هنا بتقول انت محدد الموقع انا مثلا هخلي الموقع بتاعي على desktop وبتعمل هنا export بيظهر لك هنا حجم الفيديو بتاعك حجم الفيديو 2 جيجا ونص عاوز انت تقلل ما حاولش توصل لل 4K الHD مش هقول معك لأ يعني لو HD هيبقى معاك حجم الفيديو يقول 665 ميجا يعني فرق كبير قوي بين 2 جيجا ونص ونزل حتى 0.5 جيجا ده حلو قوي بعد كده تضغط على كلمة export تبدأ بقى تنتظر لحد من الفيديو ينتهي كده لو انت عاوز اي شرحة اضحه لك في برنامج المونتاج على الادو برمير وطورت منتج الفيديو بتاعك عادي جدا من غير اي مشاكل او من غير بقى ما تروح انت تدور على اليوتيوب الحاجات اللي انا شرحة لك ده اساسية لازم تكون انت عارفها كده عند شرح انتهى اتمنى يكون الشرحة عجبك تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس اشتركوا في حلقة جديدة مع السلامة